حقوق المرأة من خلال أحكام القضاء الإداري موضوع لقاء دراسي نظمته المحكمة الإدارية بالرباط بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمعهد العالي للقضاء بالرباط اللقاء التواصلي اعتبرته المحكمة الإدارية بالرباط مناسبة لتكريم المرأة المغربية عن طريق استحضار التراكمات التي أنتجتها من خلال أحكامها المحكمة الإدارية بالرباط كعادتها تحتفل خلقت واحد تقليد الاحتفال بالنساء سواء كنا موظفات قاضيات منظفات بل وكانت تستضيف وممتل الإدارة لتكريس هذه السنة الحميدة ولكن اليوم ارتعينا أن نذهب بعيدا ارتعينا أن يكون الاحتفال قانونيا علميا معرفيا وفي هذا المكان الذي اخترناه هو رمزية خاصة اخترنا المعد العالي للقضاء الذي تخرج منه أجيال ثم أجيال وكذلك تواجدنا هنا هو فتح المجال للنقاش للسجال لعرض المنتوج القضائي الذي نفتخر به هذا الاحتفاء العلمي المعرفي قدمت خلاله قضيات وقضاة تجاربهم القضائية إضافة إلى مدخلات همت دور القضاء في تفحيل مبدأ المناصفة والوضع القانوني للمرأة وتطبيقته بين الأحوال الشخصية ومدونة الأسرة وحقوق المرأة من خلال عمل القضاء الإداري بين الأحكام الشرعية والتشريعية بالنسبة لدينا هذا النار الذي تتعلق بحقوق المرأة والدور المحكمة الإدارية الرباط من أجل تأسيسهم وتعزيز الحقوق المرأة كانت المدخلة التي تتعلق بمهام تكليف المسؤولية بنسبة أي دور للمرأة فهذه المدخلة هضرت بين المبادئ الدستورية وكذلك المبادئ التشريعية من أجل تعزيز مكانة المرأة والتوليها مناصب المسؤولية وبينت كذلك مختلف من اجتيادات القضائية التي أسست مكانة المرأة حيث أنها ألغت بعدة قرارات المخدشة فيها معاين الكفاءة من أجل منحها مناصب المسؤولية الأمر الذي تم إلغاء هذه القرارات وعطاهم مناصب المسؤولية تكريم الأدوار الريادية للمرأة داخل المجتمع المغربي شكل الهدف المحوري لهذا اللقاء لا سيما وإن القضاء الإداري المغربي يعتبر مرأة للدينامية الحقوقية التي تعرفها المملكة في مجال حماية حقوق المرأة اشتركوا في القناة